اشتركوا في القناة في دراسة الفعل طبعا الفعل له ثلاثة اشكال الماضي والمضارع والامر قدمنا المضارع واخرنا الماضي والامر ايضا لاعتبار بعض المناهج او بعض المدرسين يدرسون الفعل بهذه الطريقة يعني يضع المضارع بجوار الماضي بجوار الامر ويبدأ في التصريف يبدأ الطالب اذا ارد ان يستخدم المضارع يستخدمه والماضي يستخدمه والامر يستخدمه من اول يوم في تدريس الفعل وهذا فيه اشكالي عندما نضع بعض العطور على بعض نوع معين من العطر على نوع آخر على نوع ثالث في النهاية يعطينا رائحة معينة لكن هذه الرائحة يغلب عليها رائحة عطر واحد من هذه العطور كذلك أيضا خلط الأفعال الطالب بعدما يدرس الأفعال بشكل واحد في دفعة واحدة في النهاية يستخدم فعل واحد والمستمع نفسه خلاص يتأقلم على هذا فيستمع مثلا إلى الطلاب الأجانب يقولون مثلا يقول أنا يريد أن يلعب وهو يريد أن يلعب ونحن يريد أن يلعب وأنت يريد أن يلعب وهكذا حتى بعض المستمعين والله استمعت إليهم المستمع أحيانا يكلم الطالب الأجنبي ويقول له هل أنت يريد كذا أنا يريد كذا نحن يريد كذا وهكذا لأنه تعود من الطلاب الأجانب على استخدام فعل واحد وأنهم لن يفهموا إلا الفعل المضارع بهذه الصيغة طبعا هذه إشكالية تدريس الأفعال دفعة واحدة فنحن فصلنا الأفعال وبدأنا بالفعل المضارع الذي هو أكثر استخداما عند الطلاب الأجانب أو متحدثي اللغات الثانية أو اللغة الثانية دائما ما يستخدم الفعل المضارع وهو أسهل بكثير من الأفعال الأخرى ما فعلناه مع الأسماء سنفعله أيضا مع الأفعال يجب أن نتناول مجموعة أو دفعة من الأفعال الشائعة التي يمارسها الطالب في حياته اليومية ويحفظها إشكالية الحفظ هنا خلاص انتهت ملكة الحفظ لدى الطالب ربما تزيد على ملكته في بداية الدراسة ربما تقريبا عشر مرات يحفظ عشرين أو ثلاثين كلمة في اليوم بدون إشكالية أبدا فيتعرف على يمشي ويجري ويقف وينام ويأخذ ويساوم ويشتري والأمور بالنسبة له جيدة جدا جيد أغالب الأفعال الشائعة نأتي له بها جيد طيب دروس الأفعال أيضا انظر إلى هذا التطبيق الذي أيضا مارسناه مع الأسماء سنمارسه أيضا مع الأفعال يمارس هذا التدريب كما شرحناه في الأسماء أيضا في الأفعال يطبق المعلم التدريب بشكله يقول له مثلا ها اقرأ يصعد فيشير الطالب إلى صورة الصعود أو يمثل الصعود ينزل كذلك أيضا يمثل ينام وهكذا الشكل الثاني أن تشير أنت إلى الصورة أو تمثل أنت وتقول له هاتي الفعل ما معنى كذا يعني وتشير إلى الصعود فتجده قليلا صعب يعني يصعب فيقول يعصد وهكذا يهزب لا يعرف أو لم يدرك فأرجعه مباشرة إلى الجدول ليرى الفعل بشكله الصحيح وبهذه الطريقة يحفظ الطالب الصورة مع الفهل التدريبات البسيطة التي نولناها أيضا في الأسماء التوصيل وأكمل وصح وخطأ إلى آخر بعدما يأخذ عددا من الأفعال يطبق هذا العدد من خلال الجملة الآن الطالب عاشق أو هو في عملية نهم يريد أن يتعرف على الجمل الطويلة والموضوعات والحوارات والقصص إلى آخره فيجد هنا الفعل في الجملة بدون أي إشكالية أبدا مثلا ماذا يفعل سعيده طبعا في البداية نحن سنطبق معه هذه الأفعال مع الضمير هو فقط أولا لأننا انشار سناتي في تطبيقات مع الضمائر ضميرا ضميرا ولكن التطبيق هو يتطبيق الضمير هو مع الفعل المضارع هو أول شيء تبدأ به ماذا يفعل سعيده؟ هو يكتب الواجب؟ هو يتناول انظر في الجمل ماذا يفعل أبوك؟ هل هو يصلي؟ لا هو يشاهد فالتطبيق الأفعال التي ذكرناها قبل ذلك في الجمل وهكذا مراد يلعب يفعل هو يأكل هو ينام إلى آخر جيد مثلا في هذا تطبيق استخدام الفعل المضارع كذلك أيضا مع الضمير هو وكذلك أيضا لما نحن طبعا أعطينا للطالب عدد من الأفعال تجد مثلا يستيقظ من ركز جدا أنت كمعلم على هذه الأشياء لأن الفعل إما أن يكون مفعوله مباشر أو غير مباشر فإذا كان في حرف جر فانتبه يعني ركز جدا على حروف الجر التي تأتي بعد الأفعال يستيقظ من مثلا جيد هذه قصة مصورة يدرسها أو يقرأها الطالب بشكل سريع مثلا يخرج من السوق جيد إلى آخرين عدد كبير من الأفعال نحن نطبقه مع الضمير هو وكما رأيتم في هذه المجبوعة نلتقى إن شاء الله في الدرس القادم مع درس العطف بسيط جدا في الدملة الفائلية يعني العطف مع الأفعال سبحانك اللهم والحمدك نشهد الله إليك من الآن نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر